أهل غزة تحت جحيم العدوان الإسرائيلي منذ ما يقرب من عام ويقدمون التضحيات في طريق تحرير بلادهم وهناك من لم ينسى الدماء التي بدلها الغزيون من أجل ذلك هذا جبريل جبريل مشاهدينا في الثامنة عشرة من عمره اتقلوا الاحتلال في عام 2022 بعد اقتحام منزله في قلقيليا وأفرج عنه بفضل صمود المقاومة في غزة من خلال صفقة تبادل التهدئة بين المقاومة والاحتلال في نوفمبر 2023 خلال الحرب الحالية على قطاع غزة جبريل لم ينسى الدماء التي بذلت من أجل الإفراج عنه وقرر إكمال مشواره بالعمليات النوعية بعد خروجه من سجون الاحتلال ليسدد جزءا من الدين الذي في رقبته لأهل غزة كما نقل عنه ذوه يوم الاثنين قصف جيش الاحتلال أحد المنازل في مخيم نور الشمس قرب مدينة طول كرم شمالي الدفة الغربية ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء من بينهم جبريل شقيق جبريل تحدث عن لحظة تلقي العائلة خبر استشهاده كنا كنا في الدار من جبريل مطار الأسلم من عدة شهور في مخيم نور شمس وفجأة احنا سمعنا الخبر يعني زينا زي الناس على الأخبار سمعنا انه في قصر في نور شمس يجينا ويطلع الخبر انه جبريل مستشهد مع مجموعة من الشباب فهو أول ما كان بيطلع من الدار هو يسأله قال له انت متأكد من هذا الطريق اللي بدك تمشيها قال له انا كيف روحت من استجين قال له روحت بصفقة قال له اذا انا لازم اسد الدين اللي علي فهو ما قبل انه يستسلم وما قبل انه يتراجع والحمد لله رب العالمين انه شرفوا وتقبلوا في المناسبة يعد جبريل المحرر الثالث الذي يرتقي شهيدا من محرر الصفقة بعد الشهدين طارق داود من قلقيليا وائل مشة من مخيم بلاطة شرقي نابلس الشهداء الذين سطروا بدمائهم طريق النصرة لغزة خلفوا بالتأكيد تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي هنا الاعلامي يونس ابو جراد علق وقال للعذاء الحمقى الذين اغرطهم القوة انتظروا الاجيال الحالية والمقبلة احفظوا وجوههم جيدا نجلا عادل الصفدي هنا تقول لكم ان تتخيلوا ان الشهيد جبريل جبريل والذي ارتقى قبل قليل في طول كارم هو اسير محرر بالصفقة الاخيرة اسرائيل في رأيها مسمدركة انه من وارا حقدها واجرامها بيطلع جيل قلب مليان ثأر فتى بعمر جبريل كان بامكانه يطلع من السجن للحياة للرفاهية وحب الدنيا تقول نجلاء الكاتب وائل الحوراني يكتب اقمار فلسطين منارة ضيء الدر وترسم حدودا للوطن والكرامة نختتم مع زيدان محمد الذي يقول هنا هذا لكي يعرف العالم والاجيال القادمة مدى اسرائيل المقاومين الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر